ستفرد عودة رئيس الحكومة الأسبق صعد الحريري نفسها على المشهد اللبناني ولو أن الكلام السياسي سيغيب حكماً عن الأيام القليلة التي سيمضيها في بيروت قبل عودته إلى الإمارات بحسب ما تؤكد مصادر طيار المستقبل للأو تي في فزيارة الحريري في الذكرة 18 لاغتيال والده الشهيد رفيق الحريري تحمل أكثر من دلالة وأكثر من رسالة على ما يبدو فهي تأتي أولاً بعد حوالي العام على أعلانه تعليق العمل السياسي لتيار المستقبل في 24 كنون الثاني 2022 وثانياً على وقع كل التطورات المحلية سياسياً واقتصادياً وملياً واجتماعياً وثالثاً بعد الانتخابات النيابية الأخيرة في أيار المنصرم وما نتج عنها خصوصاً على الساحة السنية عاد الحريري الأحد وسيبقى حتى الأربعاء المقبل بحسب المصادر حيث استهل يومه باللقاءات العائلية ثم مع أهل البيت أي اجتماع لتيار المستقبل بعد ظهر اليوم والذي شدد فيه على تعليق العمل السياسي ناسفاً كل محاولات البعض لأعطاء الطابع السياسي لهذه الزيارة السريعة فمصادر تيار المستقبل تصفها بالزيارة العائلية وتأتي في سياقها الطبعي ولا تحمل أي تطور أو أبعاد سياسية فلا كلمات ولا مواقف ولا خطبات الحريري الذي سيتوجه ظهر الثلاثاء إلى ضريح شهيد الحريري للصلاة سترافقه حشود من محبيه وبحسب المصادر فمشهدية الغد ستكون صامتة ومشابهة للسنة الماضية من ناحية رمزياتها الشعبية التي أتت بعد أيام قليلة على قرار تعليق العمل السياسي أي أن جمهور رفيق الحريري سيتواجد للصلاة وقراءة الفاتحة والوقوف إلى جانب سعد الحريري بما يمثل ومن يمثل وما يرمز مع تشديد المصادر على عدم تنظيم أي تحرك أو الدعوة إليه رسميا على غرار ما كان يحصل في السنوات السابقة بعد وسط بيروت سيعود الحريري إلى بيت الوسط وستكون أبوابه مفتوحة للناس وتؤكد مصادر طيار المستقبل أن هذا الدعم الشعبي يترجم مرة جديدة بالتمسك بزعامة الحريري وأن لا بديل عنه ولم ينكسر ولو أراد البعض هذا وعملوا عليه لكنهم فشلوا في إنهائه بحسب مصادر طيار المستقبل هذه المصادر تشير إلى أن الحريري سيلتقي بشخصيات سياسية ودنية وسفراء وتجزم أن لا كلام في السياسة أبدا لأي من هؤلاء الزوار فبيت الوسط لن يكون منبرا لإطلاق المواقف السياسية لتضيف سريعا أن عودة الحريري بذاتها تحمي الرسائل في الطليعة لمن كانوا من أهل البيت وطعنوه في الظهر وعملوا على محاولة إنهائه سياسيا قبل الخصوم واليوم البعض منهم يبكي على الأطلال لكنهم فشلوا بهذه المهمة وكشفوا وكانت الخيبة من نصيبهم فلا زعام بديل عن الحريري والانتخابات النيابية خير دليل على فشلهم وبقاء الحريري المعادلة الأصعب على السحد السنية تقول المصادر تتابع المصادر وتقول أن الخصوم قبل المقربين يعترفون من خلال مواقفهم أن غياب الحريري عن الساحة خلق خللا في التوازن إذ غابت اليد التي كانت ممدودة للجميع بنيات التواصل للخير العام وصالح البلد وتقريب وجهات النظر وتختم مصادر طيار المستقبل بالتشديد على أن رسالة جمهور المستقبل واحدة لام خلصت لحكاية ترجمة نانسي قنقر